قال مصدر عسكري يمني إن ثمانية جنود قتلوا بالإضافة إلى ثمانية عشر مسلحا من جماعة الحثي في معارك بين الطرفين شرقية وغربية مدينة التعز وتواصل القوات الحكومية هجومها العسكرية على مواقع الحثيين بإسناد من مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية وذلك في ثالث يوم من العملية العسكرية التي أعلنتها الخميس الماضي وذلك لفك الحصار المفروض من قبل الحثيين على المدينة هذا وسقط العديد من القتلى في مواجهات بين فصائل مسلحة في مدينة عدن جنوبية اليمن وذلك بحسب ما أعلنته الطواقم الطبية في مشافي المدينة وتأتي هذه الاشتباكات في ظل التوتر الحالي بين فصلي جنوب المدعومين من الإمارات العربية المتحدة والحكومة اليمنية المدعومة من قبل التحالف بقيادة السعودية من أجل السيطرة على المسل الجنوبية من البلاد للمزيد من المتابعة نتحول إلى مرسلنا خليل القاهري من العاصمة اليمنية صنعاء إذن خليل نتساءل ربما عن الأسباب التي تقف وراء اندلاع هذه الاشتباكات في مدينة عدن نعم هشام الأسباب تأتي على خلفية انتهاء المهلة التي كان قد منحها المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة عيدروس الزبيدي لحكومة أحمد بن دغر والتي انتهت اليوم الأحد بأن تغادر المدينة واتهمها بالفساد وبالتالي هدد بالتصعيد إذا لم يتم انتخاذ هذه الخطوات وبالتالي كان التصعيد اليوم كان يعد لتظاهر حاشدة يعد لها المجلس الانتقالي الجنوبي وبعض فصائل الحراك الجنوبي احتجاجا على وجود حكومة أحمد بن دغر في عدن ولكن أيضا ربما بعد ذلك اندلعت الاشتباكات بين الجانبين على خلفية منع القوات الحماية الرئاسية والقوات التابعة للداخلية اليمنية إقامة مثل هذه التظاهرات واعتبارها مخالفة للقانون وإغلاقها كافة المداخل المؤدية إلى ساحة العروض التي كان من المقرر أن تقام فيها هذه التظاهرات وهذا الحشد الذي أقيم طبعا ولكنه بعدد أقل بالتالي تحول الأمر بالضرورة إلى اشتباكات مسلحة سقطة على عثرها قتلى وجرحة من الجانبين حتى الآن الآخر المعلومات تشير إلى أن أحد عشر قتيلا سقط من الجانبين من الضافة إلى أكثر من ثاثين جريحا وأيضا آخر المعلومات تقول بأن قوات الحماية الرئاسية الموالية للرئيس عبد الرب منصور هادي استعادت السيطرة على بعض المباني التي كانت القوات الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي قد سيطرت عليها خلال الساعات الماضية وحتى هذه اللحظة متزال الاشتباكات متواصلة ولكن بشكل ربما أخف مما كانت عليه في ساعات ما قبل ظهر اليوم هذه إحاطة عامة وموجزة طبعا عن الأحداث في عدن ولعل الساعات القادمة أيضا تنبئ عن جديد في هذا الإطار هشام خليل القاهر مراسلنا من صنع شكرا جزيلا لك